يا ابني بقولك أربيات يا ابن إيه اللي انت عنه تتشعينيس؟ اما أنا ما فهمتش اللي حضرتك قلت بقه في المطبخ في الوقت اللي أنا بعرف عاملها يا يا الله حلوة حلوة ويقولك البنات بتعرف تطبخ طب والله العظيم البنات دي ما بتعرف تعمل أي حاجة خلص بقولك إيه بيد عن العاك اللي انت عنه وده نيش تعمل البنات البنات دي أحلى حاجة في الدنيا أهلا حاجة إزاي دي أنا ما قبلتش حد متجوز اللي لو كان بيشتكي ونروح بعيد ليه؟ ده بابا رايح جاي يشتكي لحد دلوقتي أنا أقولك اللي فيها أيوة أنا حب أسمع بقى الكلام من الخبرة حتة البسبوسة المحروقة اللي افتر في الصينية أو الحتة الملبسة لما يقدرها شغل الأكيلة قول سيبك من اللي بيشتكي اللي بيشتكي ده ما بيقولش كل حاجة حلوة بيقول الأزمات وبس يعني إيه؟ يعني ما تبنيش حياتك على حاجات بتسمعها حاول تطبسك مع اللي بتحبها وهي كمان لازم يبع عندها السحادات تبسط معك لأ عمي ابن أخوك مح خالص في الحتة دي فأرجوك فهمني أكتر حاضر افهم يا لأ خد اللي بتحبك وتقدرك وتعرف أمتك أوعى تاخد اللي بتفكر في نفسها أوعى فهمت؟ ولا أنت زي الأكل اللي انت عام له ده لا أنا بحاول أفهم يا لأه طب إيه؟ ببس البكاتة دي ايه؟ وكلمني في الموضوع ده أكتر أقولك يا سيدي قاتل بكاتة يا رب بتطلع أحسب المكران اللي احنا فيه بص يا لأ زي ما قلت لك حاول تكبسط معا يبقى بينكو عليك أخاصة طبو صحاب حكاية مش حكاية جواز وروتين ومشاكل وبس اللي بينك وبينها يوضع بينك وبينها تكلموا مع بعض تحكوا مع بعض حتى لو غارت عليك عادي ايه خايف انك تبعد عنها وحلو جداً الإحساس ده بفي حد خايف عليك وبيحبك ده واضح انك كنت مقطع السمك أو دي لها لا خانص انا كنت فاهم كده بس واضح ان انا كنت عايش في واحد وعمر المصادق يفتل حبك كل العاكة اللي انت عاملو ده قد ما انا هجم اللي انت عاملو ده امش الله الله ياه بقى ياه خدا المطعم ناجه ناجه